في ألوهية الله عز وجل وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته الربوبية تتعلق في الخلق والملك والتدبير فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق الخالق وحده خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو المالك لكل شيء فالملك بيده والرزق بيده فهو منفرد بذلك وأيضا هذا من التوحيد الذي تعلق بالربوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم مجددا إلى برنامج ندوة الأسبوع والذي يشرع فيه فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن الموصلي حفظه الله تعالى أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة وسيكون حديثنا هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى حول عنوان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حياكم الله ومرحبا بكم شيخنا إلى البرنامج حياكم الله ومرحبا بكم أهل Nothing أهلا وسهلا بكم شيخنا حفظكم الله لماذا هذا العنوان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن تكلمنا من أصول الإيمان عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه وتكلمنا عن الإيمان برسله ثم تفرعنا من خلال الكتاب من خلال الإيمان بالرسل إلى الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام ويتعلق به لأنه من الرسل وهو أعظم الرسل ففي مجلسنا السابق تكلمنا عن تصديقه تكلمنا عن حديث الآحاد فأحببنا أن نتكلم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نقولنا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أشهد أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فهذا ركن ركين في شهادة أن محمد رسول الله شيخنا خفضكم الله بعض عامة الناس يعتقد أن ما ثبت في كتاب الله فيعتبر فرضا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر سنة أو بمصطلح علمي هل إطلاق الأرض السنة لا يدخل فيه الواجب والمحرم والمكروه ونحو ذلك حفظكم الله حسنت هناك يعني معلومة خاطئة عند العامة أن الأمر إذا جاء في القرآن فهو يفيد الفرضية أنه فرض على الناس وأن الأمر إذا جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقط مستحب يعني مهما بلغ الأمر من الأهمية ومن كذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا ما في القرآن فإذا قلت له لا في السنة يقول لك هذا مستحب هذا فهم خاطئ أولا ربما يعني يكون مبدأ هذا الخطأ وأساسه وسببه أننا نقول فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من المستحبات إنه سنة وكلمة السنة اصطلاح يختلف بين اصطلاح الأصليين واصطلاح أهل الحديث أو اصطلاح المحدثين فالسنة الأصل أنها كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك من أقواله أو أفعاله أو تقديراته ما جاء عن سيرته كل شيء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من سنته فهذا السنة بهذا الاعتبار ليست حكما شرعيا وإنما هي إخبار عن كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بينما السنة بصراحة للأصوليين يعني المستحب أو المندوب يعني غير الواجب فالعامة تخلط بين الأمرين وإن شكل من ناحية اللغوية تشمل الطريقة الحسابة وبالتالي فإنه إذا أردنا بالسنة أي أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بس لكن إذا كان مقصود ما يقابل الفرض يعني مستحب لا طبعا فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء هي فرائض فرضها على الناس وربنا عز وجل أمرنا بأن نطيعه في ذلك وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله والله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة فإذا الذي يتولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة فبالتالي فإن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على الناس ثم قد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشيء بل قد يأمر القرآن بالشيء ولا يكون فرضا فمثلا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومع ذلك فهذه الكتابة ليست فرضا بل الجمهور على أنها مستحب لا سيما إذا وجد الشهود فإن الكتابة ليست فرضا عن الناس ومع ذلك في القرآن فليس كل أمر في القرآن ففعله فرض أو حكمه الفرض وكذلك ليس كل أمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي فرض بل هناك كما ذكر أهل العلم من القراءة ما يحتف بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل برتبة الحكم الذي أثمره الأمر عن الفرض إلى المستحب نعم يعني كأن يكون مثلا الأمر للإرشاد يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال تسحروا فإن في السحور بركة لما قال فإن في السحور بركة أرشدنا إلا أن هذا الحكم المقصود منه تحصيل بركة فهذا أمر إرشاد لأنه بيّن علة هذا الأمر وكذلك قد يأمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقرر الناس على ترك هذا الأمر أو أنه يفعل خلافه فيتبين لنا أن الأمر على الاستحباب وهكذا لكن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ولذلك الصحيح أن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب الأمر المجرد يعني ما فيما اقترن به شيء يمنع أن يبقى على الوجوب فالأصل فيه الوجوب كما هو أمر الله فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من طاعة الله شيخنا على هذا المبدأ أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله هل يثم الإيمان بدون طاعته عليه الصلاة والسلام يعني لا يكون العبد مؤمنا لا يكون العبد مؤمنا من غير طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لو أن اليهود أو النصار هذا ربما ضربنا عليه مثلا سابقا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نؤمن بك نعم بمعنى أننا نصدق كلامك نصدق أنت رسول من عند الله نصدق ذلك نصدق ما جئت به من أن اليوم الآخر والقدر والقضاء وكذا نصدق بالله نصدق أنك رسول من عند الله لكننا لن نطيعك ولن نتبعك فهؤلاء ما آمنوا ما دخلوا الإسلام لأن من شهادتهم أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر لكن قد يعصي الإنسان المعصية وحينئذ ومع ذلك هو يلتزم الطاعة يعني كيف إنسان عليه دين ويقول أنا ملتزم بالدين لكن يماطل لا ينكر الدين يقرر به في عمل يقرر قل أنا واجب في ذمة هذا الدين لكنه يماطل يتأخر ربما لم يعطي بعض الناس فهذا الصف من الناس يقول لك أنا مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم والله الطاعته علي واجبة لكنني مقصر فأقصر في هذا وقصر في كذا فهذه التقصيرات هذه تؤثر في الإيمان نقصا هذه لا تمنع الإيمان لكن الذي لا يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال فلان مؤمن كامل الإيمان وإنما عنده تقصير بقدر ما فاته من الإيمان لذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الحكم هو من الطاعة الاحتكام إلى ما قاله من طاعته وبالتالي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طيب هذا القرآن هذا القرآن صدر في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج الإنسان حينئذ إلا أن يقول لا أنا أريد قرآنا حتى أحتكم إليه لأن قال فلا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يعني حتى لو لم يكن النص وردا في القرآن الكريم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم شيخنا في الجانب الآخر من هذا السؤال هل تتلازم طاعته عليه السلام ودخول الجنة يعني أنه إذا أطعناه دخلنا الجنة وإذا عصيناه لم ندخل الجنة هذا صحيح بل عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى نعم إذن فالأصل أن المسلم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأباه قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يلزم عليها دخول الجنة ومعصيته يلزم عليها دخول وبالتالي فإذن تتلازم طاعته ودخول الجنة يتلازمان وجودا وعدم فإذا انتفت طاعته انتفى دخول الجنة وبالتالي بقدر ما عند الإنسان من الإيمان ما تبقى من الإيمان هو الذي ينجيه في الآخرة وإلا فلم يطع هذا طبعا يعني هناك أسباب قد تكون يعني مثلا ذكرنا نحن فيما سبق قضية الذين يأتون في آخر الزمان لا يعلمون ما صلى ولا صيام ولا صدقة يسمعون آباءهم يقولون شيئا يقولون لا إله إلا الله فيقولون هؤلاء من الذين لم تبلغهم الدعوة الكلام فيه مختلف لكن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ساعة في مخالفة أمره فإن خالف الأمر كتبت عليه السيئات لا يقال والله خالفه فقط يعني مستحب وأنت مخير في فعل الأمر ليس له خيرة في مخالفته عن أمر الله عز وجل شيخنا إذا وقع العجز في فعل أمره عليه الصلاة والسلام يعني إما لمانع شري أو غير شري يعجز يعني ما يستطيع أن يفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يعني يقول أنا محب النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حين التطبيق يخالف قوله وفعله طيب عندنا إذن سؤالان هنا أنا سأجيب على الأول أنه سؤال أنه يحبون والسؤال الثاني يعجزون نعم نبدأ في الأول قضية العجز العجز أولا لابد من أن نعلم أنه يختلف أمر الطاعة في الفعل وفي الترك ربنا سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جميل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فرق بين الأمور فرق بالتالي لأن الإنسان من الذي يجبرك على الزنا يعني هل الإنسان يعجز عن أن لا يزني يعجز الإنسان أن لا يأكل الربا إلى آخر هذه الأشياء تحتاج منك إلى فعل فالعجز عن الفعل هو المسؤول عنه في مثل هذا وبالتالي فإن عجز الإنسان يعني حتى إن الإنسان يعجزه عن أن يقوم في الصلاة فلا يستطيع إلا أن يقعد يعني صلي قائما النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما هذا أمر فمن صلى قاعدا مع قدرته لا تصح صلاة الفرض له فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب لو واحد قال أنا لا أريد أطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو مستحب فراح صلى كل الصلاة على جنبه فهذا لا يصح منه ذلك لكن لم يستطع إذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لم أستطع أن أصلي قائما ماذا أفعل؟ أصلي قاعدا ما استطعت أصلي على جنب وهكذا بالنسبة للحج ما أستطع أن أمشي على رجلي أطوف وكذا وحملت على المحمل صح حجي وكذلك ما استطاع الإنسان أن يصوم في رمضان حتى مع أن الله أخبر به في القرآن أو أمر به في كتابه لم يستطع فله أن يؤدي الفدية وانتهت القضية والتالي فبشكل عام أي عاجز عن أمر من أمام الله لو أنك سمعت إنسانا قال لك إن الله عز وجل قد أوجب عليك أن تفعل هذا الفعل مع أنك لا تستطيع فعله فأعلم أنه غير صادق لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسلم إذن لا يكلف الإنسان فوق ما يكلف فاتقوا الله ما استطعتم يعني ليس معنى ذلك أنا ما استطعت أن أفعل شيء من هذا فلا أفعله كله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع يعني أنا لا أستطيع أن أفعله كله لكنني أستطيع أن أفعل بعضه فحينئذ نرزع إلى أهل العلم يعني لا أجزئ كما أريد أنا لكن مع ذلك فاتقوا الله ما استطعتم أفعل ما أستطيع ما استطعت قائما أصلي قاعدا وهكذا نعم شيخنا القسم الثاني كان من السؤال قضية مخالفة القول للعمل مناس يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيهم وأمي ويبدأ يتكلم كثيرا ولكن سمته خلقه فعله صلاته صيامه حاله لا يوافق هدية نبوة نعم الذي يقول أحبه ولا أتبعه والله تعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين نص قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين تريدون أن تحبوا الله ورسوله تريدون أن يحبكم الله عليكم بالطاعة لا تقول أنا أحب الله والرسول وأنت لا تطيع إذا لم يطيع طيب ما الدليل على هذه الطاعة النص قول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين طبعا هذا لا يحب الكافرين يعني في أقصى مراتب المخالفة عن الطاعة التولي التام لكن كلما نقص من طاعة الإنسان نقص من حب الله له ودل ذلك على نقص حبه لله يعني الإنسان مطيع لله بشكل كامل وتام لا ينقص عن الطاعة فهذا فيه برهان على المحبة القلبية لهذا الإنسان أو في هذا الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل أما إذا نقص فإنه ينقص من طاعة لاحظ الآن لو أن إنسانا يخالف عن جميع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام عن عمد يعني ليس عن عجز ثم يقول أنا محب للرسول صلى الله عليه وسلم مثل بعض الناس يقول لك مثلا أنا طول السنة أفعل ما أشاء لكن آتي في يوم من السنة وخلاص أمسك شمعاتك وأقول أنا معيد اليوم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام لأنكم أنتم إيش ما فريحتم به طبعا لا شك أنه هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم يجري مع الإنسان مع الدم في عروقه بل مع الدم في عينيه مع كل شيء فإذن خطوة بخطوة هذه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحبته وبالتالي كان بعض الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يمشي على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم موضع الذي مشى فيه لا نقول أمشي هكذا ولكن على الأقل ما أمرك به ففعله لا تخالف عن أمره ما عمل به لابد من أن تطيعه فيه نعم شيخنا هناك بعض الناس يقدمون العادات والتقاليد على الهدي النبوي فيعصي النبي صلى الله عليه وسلم مخافة الناس أو خشية للناس أو لأجل عدم الإحراج من الناس نعم نعم هناك كثير من الناس يعني ربما يرتكبوا بعض المخالفات عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن أذكروا إخواني جميعا يعني بأن المسلم ينبغي عليه أن يتحسس مواضع أمر الله عز وجل المؤمن والمحب للسنة ماذا يفعل؟ يفرح عندما يسمعوا أن هذا الأمر سنة أن هذا الأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يفرح وإذا كتلحظ الفرق بين محب النبي صلى الله عليه وسلم محب السنة جدا وبين كثير من الناس يعني مثلا قضية اللحية اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحاء إلى آخره فممكن واحد يقول لك أنا لا أستطيع لأنه الناس تغضب وأغضب الناس إلى آخره فأنا أذكر هذا العبد بموقفه بين يدي الله في موقف من مواقف القيامة ما الذي يحصل الله عز وجل يراه المؤمنون يوم القيامة في موقف الرؤية يطلع عليهم سبحانه وتعالى ويقول ألا تتبعون الناس ولاحظ الآن هذه القطعة من هذا النص قبل ذلك ينادى ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون فيتبع أصحاب التصاوير تصاويرهم وأصحاب الصليم صليبهم وأصحاب الأوثان أوثانهم فيتساقطون في النار يعني يلحقونه هؤلاء إلى آخره ثم يبقى من تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب فيطلع عليهم الله عز وجل على غير صورته التي يعرفون فيقول ألا تتبعون الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج ما نكون إليهم وفارقناهم ونحن أحوج إليهم من الآن عندما كنا نحتاج إلى الناس الآن أنت تحتاج إلى الناس ربما تخاف ومتخشاهم لكن نحن فارقناهم ونحن نحتاج إليهم كيف الآن نوافقهم ونحن لا نحتاج إليهم إذن موافقة الناس في الدنيا قد تجره الإنسان والعياذ بالله تعالى إلى المخالفة في الآخرة الجزاء من جنس العمل فإذا خالف الإنسان الناس في الدنيا ولم يخف منهم فإنه حينئذ يكون في الآخرة معه حجته بين يدي الله عز وجل ولا يتبعهم فإن اعتاد اتباعهم في الدنيا ربما اعتاد اتباعهم ووافقهم في الآخرة ولاحظ النص فارقناهم في الدنيا ونحن أحوج إليه اليوم يعني الآن المخالفة نحن نحاجه الآن في الدنيا خالفنا وبالتالي كيف يخشى الله أحق أن يخشوه نعم شيخنا هل الاحتكام للنبي صلى الله عليه وسلم فارض في كل شيء معنى الاحتكام إما أن يكون في الحصومات يعني مثلا اثنان يختلفان في أمر معين وفي حق من الحقوق في أمر من الأمور فهناك أمر مثلا في الكتاب والسنة قد لا يوجد ظاهرا في كتاب يوجد في السنة وقد يكون الاحتكام هل هذا واجب أم مستحب أختلف أنا وأنت مثلا في حكم هذا الأمر في حكم هذا الطعام هذا الشراب في حكم هذه الهيئة من هيئات الصلاة هل هي واجب أم مستحب هل هي سنة أم بداية الأخرين فهذا الاحتكام في الأحكام أو في الخصومات واجب اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للإنسان ساعة ليس للإنسان خيارة في أن يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وقضية الحكم قضية خطيرة جدا ومن فضل الله عز وجل ومن نعمته على المسلمين أن نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما نحتاج إليه لم يتركنا هكذا تبعا للأهواء والشهوات والرغبات بل أعطانا ميزانا يمكننا أن نزل الأمور فيه والخصومات أحيانا في بعض الخصومات قد تكون هناك مصالح ومفاسد فيحكم الحاكم بين الاثنين أحيانا صلحا يعني قد يعطي جزءا من حق هذا لذاك من باب الصلح وهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم فعله ضع وتستوفي يعني ضع شيء من الدين الذي لك عليه واستوفي تستطيع أن تأخذ منه نصف الدين وإلا يذهب الدين كله ماذا نفعل؟ فمن باب المصلحة يفعل هذا لكن فيما يكون حكما لابد من الرجوع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في المسائل التي يختلف فيها الناس وهي أهم وهي قضية الاختلافات في الأحكام الشرعية فضلا عن الاختلافات في العقائد التي ليس فيها مجال أن تأخذ من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الواجب المخالفة عن حكم النبي صلى الله عليه وسلم تؤدي إلى النفاق الحكم تؤدي إلى النفاق تؤدي إلى زيغ القلوب إلى ندم شديد يعني يحصل للعبد إن خالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعله في تضاعيف الكلام نتكلم عن هذا طيب شيخنا هل المخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم معرض لعقوبة؟ هل عليه صخط عليه شيء معين في مخالفته؟ دعونا نأخذه شيئا فشيئا يعني المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قد يوصف بأوصاف الفسق والضلال وغير ذلك قد تصيبه اللعنة هناك مجموعة من الأمور كالندم الندم مثلا نعم سبحان الله الإنسان إن خالف عن أمر الله عز وجل انظر إلى أولئك الذين أمرهم الله عز وجل أن يتراجعوا في هذا الميدان أنا سأذكر آيات وأرجو أن تلتمس من هذه الآيات بعض ما تحتاج إليه وفيها الإحاء الواضح إن شاء الله ربما تكون صفحة من القرآن الكريم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق لاحظت هذا الأوقف قليلا هنا إن أردنا إلا إيش إلا إحسانا وتوفيقا طيب هم يريدون إحسانا وتوفيق لا هم يريدون الإساءة والتلفيق يعني لفق الأمور وكذا وأنا أرجو الإحسان كم من الناس من يخالف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سئل لماذا خالفت يقول لك أنا أردت الإحسان مصالح ومفاز كذا لكن عند المراجعة تجد أنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غير سبب وهذا وإنما هو تأول لأنه لا يريد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال الله تعالى أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إذن ما يعلم أرسله من أجل أن لا يطاع لاحظ الآيات متسلسلة ما زلنا في سورة النساء في هذه الصفحة متسلسلة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل شيء في دقيق وجليل وكبير وصغير وعظيم وحق كل شيء فلا وربك فيقسم سبحانه وتعالى بنفسه بربوبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم فلا وربك لا يؤمنون أي لا يتم إيمان هؤلاء إما أنه لا يحصل لهم إيمان وإما أنه لا يتم ولا يكمل إيمانهم بحسب ما عندهم من الإنقياد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت لا تضيق أنفسهم بأمرك يا محمد لا تضيق النفس هو هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني سنطيعه لكن معيش مع الحرج بينما صاحب المحبة الذي يحب السنة هذا واجب الحمد لله أنه واجب ويطبق لماذا لأنه يريد أن يضطأ كل الدنيا هذه عبارة عن ما مر له إلى الآخرة وبالتالي يريد أن يغرس فيها مستطاع من الحسنات والأعمال الصالحة حتى يجد في الآخرة قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما من غير مناقشة من غير مجادلة من غير تأول إلى آخرين فأرجو أن يكون هذا أجاب عن كثير من شيخنا أنت ذكرت بارك الله فيك أن مخالف السنة قد يوصفوا بالضلال نعم كيف ذلك؟ نعم المخالف عن أمر الله الذي لا يطيع الله عز وجل بل يوصفوا بالضلال المبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة إذن وصف الضلال ليس أي ضلال من يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة بعض الناس قلت أن معصية الرسول يعني في أمر لا لا تستهن بل إن الإنسان نوعص الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب عصى وهو خائف من الله سبحانه وتعالى ومتحرج المستحي من الله فمعصيته أهوى من الذي يعصي ويقول الأمر سهل معصية الذي يقول الأمر سهل أعظم بكثير وهذا النوع من الناس قد يعني يصل إلى حافة الإيمان بسبب استهانته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا حفظكم الله هل يلعن الله من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد تستوجب اللعنة لا عمت الله وليس لعنة الناس ليس لعنة الناس أن يلعن الله عز وجل هذا العبد ولكن هناك أمثلة هناك أمثلة من أمثلة ذلك مثلا ما سبق معنا أن ابن مسعود لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخره طيب فقالت امرأة يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك فيه فقال لأن كنت قرأتي لقد وجدته لأن الله تعالى يقول لما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فدته وخالف عن أبن النبي قد تستوجب اللعنة شيخنا بارك الله فيك بعض الناس يحتاج على ترك طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا تصح نسبتها لرسول الله متوافرة منتشرة فهل هذه حجة صحيحة لترك طاعته عليه الصلاة والسلام يعني نقدر الآن معنى كلام هذا العام يعني كأن هذا الإنسان أنا صور العامي هذا إن إنسان صاحب علم ما أظن أن يقول مثل هذا الكلام أو صاحب هوا ممكن يقول هذا يعني جاهل أو صاحب هوا أما صاحب علم لا يستطيع أن يقول هذا الكلام لأنه يعلن عن جهله نعم يعني يسيء إلى نفسه مباشرة يعني هذا يقول طالما أن السنة في الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها الموضوع وفيها الضعيف وفيها كذا فأنا لا أثق بشيء من ذلك وبالتالي أنا غير مطالب بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنا مطالب بطاعة الله كأنه هذا طيب هذا الكلام باطل أولا هل لو أن مثلا مرضا وقع في الناس وجاء واحد ملبس له طبيب وله شيء ودخل بين الناس قال أنا طبيب فعالج الناس فقتلهم هل هذا يعني أننا لا نذهب إلى الأطباء بعد ذلك هذا ليس عقلا لو أن إنسانا فتح صيدلية مثلا وغاب الصيدلاني عن الصيدلية قال لواحد تقف مكاني حتى آتي لا تبيع شيئا ولا كذا غاب فجاء واحد قال أنا أريد دواء من أجل كذا ودواء من كذا فرح أخذ له بعض الأدوية قال خذ هذه الأدوية فمرضوا مات هل معنى ذلك أن لا أذهب إلى الصيدلية من أين سأأتي بالدواء بعد ذلك هذا الذي يقول هذا يعلن عن جهله بهذا الأمر بل الواجب نعم هناك أحاديث ضعيفة وهذا الأمر يشحذ الهمم من أجل البحث أولا نحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متميزة الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة كما ذكرنا تعيش لها الجهابذة يبينونها فكم عندنا من كتاب اسمه الصحيح كم عندنا من كتب كتب ميزة بين الصحيح والضعيف وكذا ثم الذي ليس عنده علم في هذا ماذا يفعل يعني الذي عنده علم وقدرة يستطيع التمييز والتمحيص وله أجر في البحث والنظر واتباع ما يعني يظهر له أنه هو الصحيح يجب على الإنسان الذي لا يعرف ذلك والذي ليس بمتخصص أن يسأل أهل الحديث يعني إنسان لا يعرف الصحيح من الضعيف من الموضوع ولا يتميز له شيء فهذا ما المطلوب منه يذهب إلى أهل الحديث كما يذهب المريض إلى الطبيب كما يذهب مريض الجلدية إلى طبيب الجلدية حتى الطبيب مريض الجلدية لا يمكن أن يذهب إلى طبيب النسوية مثلا طبيب مريض الأسنان لا يذهب إلى مريض الطبيب التوليد والمرأة الحامل لا تذهب إلى طبيب الأسنان الشاهد من كلام حتى الطب وبالتالي هذا الذي يريد أن يسأل الحديث لا يذهب إلى شخص لا يعرف إلا الأصول أصول فقه مثلا لا يذهب إلى شخص يذهب إلى من هو متخصص بعلم الحديث وذكرنا قول شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه قال هذا العلم لا يكفي فيه التعلم في الشيخوخة لا يكفي فيه التعلم في الشباب فقط يحتاج إلى أن يفني عمره كله فيه وحتى يجري منه مجرى الدم من العروق ويتخلله وبالتالي يكون حينئذ بعد إفناء العمر هذا الصف الناس هو الذي يسأل هذا فيما إذا كان الحديث مختلفا عند الناس لا يدركون صحيح ولا ضيف أما إذا كان الحديث مثلا جاء في صحيحي البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة وغالب الحديث البقية الصحيحة الكثير من الحديث التي في كتب الأمهات قد تحتاج إلى التنقيب لكن ليس مطلوبا من العام أن يأتي أخذ الأحكام من الأحاديث مباشرة نعم بل الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون يعني ينبغي أنا أريد أن أعرف حلاله يعود إلى الفقه وإلا ما يستطيع الإنسان مباشر أن يرجع للقرآن حتى القرآن لا يمكنك الرجوع إليه دائما في كذا فأنا أذكر موقفا من واحد في السابق يعني حصل بينه وبين واحد آخر يعني كلام في يعني حصل يعني شعر أن الشخص هذا مغلول على واحد آخر فيك يعني نعم فقال له يعني هذا لا يجوز كيف أنت يعني الغل في قلبك هذا والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بمغلة يوم القيام استذلة بشيء ليس فيه وبالتالي طبعا ومن يغلل يعني الغلول من الغنيمة يعني الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ومن يغلل وما كان لنبي أي غل ومن يغلل يأتي بمغلة يوم القيامة يعني أنه يأتي يوم القيامة يحملوا على ظهره ما سرقوا يعني إذا كان متفقا معه هذه مشكلة وبالتالي طبعا هذا الذي يسميه العلماء بصحة الدليل مع عدم صحة المدلول أو عدم التوافق المدلول صحيح في الأصل أنه ما يجوز الإنسان يكون عنده غل على إخوانه ومسلمين والدليل قرآن كريم صحيح لكن هذا الدليل لا ينسب فشهد من كلام أنه العام ليس القضية في قضية صحة حديث وضع فيه حتى القرآن لا يمكنك الرجوع إليه إذا لم يكن عندك علم وبالتالي فيرجع في هذه القضية لمن إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وصاحب العلم سيقول لك أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف يذكر لك الدليل المطلوب شيخنا ما أثار معصية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأثار المترتبة على إصيانه عليه الصلاة والسلام إذن نحن انتقلنا الآن إلى الثمرات يعني هو مباحث الكلام قبل ثمرات طاعته يعني تكلم على المعصي هي مباحث الطاعة كثيرة حقيقة ويعني عندما نتكلم عن الثمرات المعصي وثمرات الطاعة ربما يعني يأخذنا هذا إلى يعني يقوي في الذهن معنى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أولا المعصية فيها شؤم إنسان الذي يرتكب المعصية لا يفلت بها إلا أن يلطف الله به لذلك يذكرون عن بعض السلف ويذكرون عن محمد بن سيرين أنه كان يقول إني لأعرف معصيتي في زوجتي في خلق زوجتي وذبتي أذهب إلى البيت فالزوجة يعني تكشر في وجهه الزوجة ربما ترفع صوتها الدابة الدابة ربما تعثر به يقول لك أنا أعرف معصيتي بخلق زوجتي وذبتي المعصية أحيانا تكون سببا في الحيلولة الحيلولة بينك وبين الإيمان يعني تجعلك كما ذكرنا قبل قليل على حافة الإيمان ربما يسقط الإنسان بعد ذلك والمشكلة فيها ليست السقوط فقط الإنسان ربما يعني يفقد الإيمان لكن مشكلة أن يحال بينك وبين الإيمان بعد ذلك يكون بينك وبين الإيمان حجاب فلا تستطيع الرجوع الفتنة التي قد تحصل بسبب المعصية وتؤدي إلى الكفر أحيانا هذه دوائر خاصة أن المعصية شعبة من شعب الكفر نعم وبالتالي دائرة الآدام كما أن الطاعة شعبة من شعب الإيمان أحسن وبالتالي أنا أريد أن أذكر آية أو آيات من كتاب الله عز وجل تشتمل على هذا المعنى الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه طبعا الآيات ستتضمن أيضا وصف هذا الإنسان العاصي وصف تشبيه هذا العاصي لبعض المخلوقات التي لا يرضى أن يكون مثلها إلى آخره بالإضافة إلى أن يكون مثل أهل الكتاب في بعض المعنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم العمي إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لو علم الله أحد الآن المشكلة هنا أن الأول يقول سمعنا ولا يسمع يعني يقول سمعنا يسمع بآذانه لكن لا يستجيب طيب قال إن شر الدواب لأن الدابة أنت إذا صرحت في الدابة تسمع أو لا تسمع تسمع لكن لا تستجيب لو قلت للدابة وأنت تركبها قلت لها إذهبي يمينا لا تفهم لكنها تسمع إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فالصمم والبكم سببه عدم العقل وليس عدم سماع الصوت إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم إذن ما في توفيق في خذلان وهذا سبب من أثر من أثر المعصية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم حياة القلوب حياة القلوب بالإيمان واعلموا وهنا المشكلة الآن طيب حياة القلوب ثبتت طيب أي شيء في المقابل ما هي الصورة المقابلة موت القلوب الموت والحيل له نعم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء قلب تصور لو أنك ارتكبت المعاصي والذنوب وبعد ذلك قلت يا رب أعدني فلم تستطع حال الله بينه وبين التوبة واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه المرء والقلب لأنك لا تستطيع أن تصل إلى القلب حتى ترجع إلى الإيمان واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قيل الفتنة الكفر واعلموا أنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب الشهاد من كلام أن لاحظوا الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم استجابة للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة لله والرسول الأمر بطاعة الله والرسول فالشهاد من كلام أنه لا بد من أن نفهم هذه المواضيع بشكل عام كل هذه من الثمرات المعاصي طبعا الثمرات المعاصي أكثر شؤون المعصية فيه ذل في الليل ومشقة وهم في الليل وذل في النهار سواد في الوجه نكتة تنكت في القلب من السواد حتى لا ينكر إلى آخره يعني الآثار كثيرة جدا شيخنا في المقابل ثمرات الطاعة ما هي الفوائد المسلكية من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وثمرات الطاعة أيضا منها ما هو يشهده الإنسان في حياته في نفسه في صحته في رزقه في ولده في زوجته يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخبرنا قضية الذهاب والإياب إلى الصلاة أنه مضمون له رزقه كثير من المواطن فيها ذكر كيف ضمن الله عز وجل رزق هذا الإنسان كيف يحفظ على الإنسان طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ عليه كل شيء من آثار طاعة النبي صلى الله عليه وسلم الهداية قال الله تعالى وإن تطيعه تهتدوا فهذا شرط إما أن تطيع وإما أن لا تهتدوا ومن لم يطع ضل فتته الهداية وإن تطيع تهتدوا هذا إيش ثمرة عظيمة جدا من أعظم الثمار حسن الرفقة في الجنة نعم قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك لاحظ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليمة أن الإنسان مع استمرار الطاعة في البداية قد يكون عليه شيء من المشقة في الطاعة لكن مع الاستمرار يعتاد الطاعة ثم تصبح هذه الطاعة هواه كما قالت عائشة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أتعبد إلى ربي عز وجل فقالت إني لأحب قربك وأحب هواك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة التلذذ بالطاعة طبعا مع الاستقامة إذا كان استقامة أما مع المعصية فالأمر مختلف فالتلذذ بالطاعة يكون لذلك الإنسان إذا اعتاد الطاعة تلذذ بها واستقام عليها يثمر ذلك في النهاية الاستمرار الفلاح والفوز نعم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا آمنا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائز شهد من كلام أن الطاعة تثمر الفلاح الطاعة تثمر الفوز ولو أننا أردنا أن نقف وقفة يعني نشرح فيها آثار وثمار الطاعة دخول الجنة كل ما يعني يكفيك أنك النظر إلى وجه الله من ثمار الطاعة شيخنا حفظك الله حديثنا عن منزلة الصبر على الطاعة نعم هي هذه منزلة الصبر على الطاعة تحتاج إلى مجلس لكن باختصار الصبر ثلاثة أنواع صبر عظيم طبعا يعني الله عز وجل لما وصف الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني شيء كثير لكن الصبر ثلاثة منازل صبر على أقدار الله وصبر على طاعة الله وصبر عن ماصية الله أعلى هذه المراتب الصبر على طاعة الله لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة قد تصاب كل سنة سنتين عشر سنين بمصيبة مثلا فتصبر عليها لكنك يعني يستطيع إنسان يتجاوز فالصابر على كل هذه المنازل كم مرة يصبر على المصائب الصابر عن الطاعة